اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحدة فقط لكن شباب قبل ما بلش شرح هذه الخطوة بتمنى منكم اول شي تدعموا قناتنا هي لا توصل لتنين مليون مشترك نعم شباب نحن هدفنا الوصول به القناة لتنين مليون مشترك لهيك اصدقائي بتمنى منكم تساعدونا للوصول لتنين مليون مشترك في اقرب وقت ممكن بتمنى منكم ايضا تفعيز الرجرس اللي موجود اسفل هذا الفيديو طبعا شباب بصندوق الوصف بالاسفل هذا الفيديو رح تلاقوا رابط لتحميل هذا التطبيق رح تلاقوا اما بالمدونة او عبر قناتنا التليجرام بعد ما تدخلوا على المدونة او عبر قناتنا التليجرام وتحملوا التطبيق والثبتوا على هاتفنا فرح نفتحوا بهذا الشكل ونضغط عليه فمباشرة بالاسفل عندي كلام اسمه let's start رح اضغط عليها مجرد ما اضغط عليها فهون بيطلب مني الاذونات المطلوبة لاسترداد الفيديوهات طبعا لازم اعطيه على زر سماح ومن الضروري يعطيه على زر سماح حتى يدخل البرنامج على خوارزمية الهاتف ويسترد الفيديوهات بكل بساطة وبكل سلاسة ومن دون عذاب رح اضغط على زر سماح بهذا الشكل بعد منها لاسترد الفيديوهات بكل بساطة رح اضغط على هذا الكلام واشارة الفيديو رح اضغط عليها طبعا انا بمجرد ما ضغط عليها مثل ملاحظين هون امامكم في عندي كلام حاليا رح يتقوحول الى ارقام مثل ملاحظين تحول الى رقم اتنين طبعا هلا حاليا انه تطبيق لالي فيديوهين بمجمل بحث طبعا ما زال التطبيق عايبي بحث هذا الرقم رح يطلع اكتر واكتر ممكن يوصل للمية او ميتين فيديو حسب كمية الفيديوهات مثل ملاحظين صار عندي ست فيديوهات حسب كمية الفيديوهات المحزوفة طبعا وقت الانتظار بتراوح بين الدقيقتين الى الخمس دقائق حسب حجم الفيديوهات وحسب عدد الفيديوهات المحزوفة المراد استرددها حاليا رح استنى حتى يخلص هذا العدد ويخلص التطبيق من جمع الفيديوهات المحزوفة اللي بدي استردها وارجع كميل معكم طبعا شباب متل ملاحظين صار العدد عندي 396 فيديو 414 فيديو متل ملاحظين العدد عايبي ازداد اكتر واكتر 430 فيديو تقريبا كل مال والعدد عايبي ازيد طبعا وقت الانتظار على ما اعتقد انها ما اتجاوز الدقيقة وقت الانتظار حتى صار عندي هذا الحالية 500 فيديو يعني كل اللي عليك انك تنتظر فقط هذا الوقت حتى يسترد الفيديوهات لانه مثل ما ذكرت بالبداية انه وقت الانتظار بتراوح حسب حجم الفيديوهات المراد استردادة وحسب عدد الفيديوهات مراد استرداد يعني كل ما كان العدد ضخم فهون الوقت رح يكون اطول كل ما كان العدد اقل فالوقت رح يكون اقل حاليا انا بصدد اني انطر انتهاء استرداد الفيديوهات حتى ارجيكم كيفين نحن نحفظ الفيديو بالاستيديو وايضا نشاركو مع اصدقائنا او نتركو بالاستيديو حتى ما نرجع ننسى ونحزفو طبعا هذا الشي فقط مجرد ما انتهى الاسترداد حاليا رح انطر فقط الاسترداد حتى ينتهي وكمل معكم الطريقة تحفظ الفيديو طبعا شباب متل ما ملاحظين انا حاليا انتهى عندي الفيديوهات تقريبا رجعتش 600 فيديو مجرد ما انتهى العدد مباشرة بيفتح عندي تطبيق بهذا الشكل متل ما ملاحظين هون امامكم في عندي مجلدات هاي المجلدات كل مجلد في فيديوهات اول مجلد في 99 فيديو التاني مجلد في 390 فيديو تالت مجلد هداعي اش كده الى اخر هي متل ما ملاحظين امامكم في عدد الفيديوهات وعدد المجلات. طبعا أنا اسمي المسال هذا المجلد في فيديوهين وحابب استرده بكل بساطة وادخل على المجلد رح اضغط على السهم الموجود على يسار المجلد بهذا الشكل. مجرد ما ضغط فهون مثل ملاحظين بيعرض لي الفيديوهات. بكل بساطة انا قادر اشاهد الفيديو. متل ما ملاحظين امامكم. شاهد حجمه وتاريخ الحزف. متل ما ملاحظين سبعة وعشرين هibles Gran2021 وعشرين هذا الفيديو حاذفه بكل بساطة بدي استرد هذا الفيديو بحطها لإشارة الصحية اللي موجودة على يسار الفيديو مثل ومحظين أمامكم بعد منها بالأسفل بضغط على الكلام الأزرق اللي موجود على اليسار أيضا بهذا الشكل فحاليا بنتظر بعض الثواني حتى يسترد مثل ومحظين حاليا الفيديو صار موجود عندي بالاستوديو ونحافظ واسترديته بكل بساطة وبكل سلاسة وبقدر شاركوا مع أصدقائي وأرجع أثبت أو أحفظ فيديوهات تانية موجودة بالقوائم والمجلدات وبهذه الطريقة بيكون أنا استردد الفيديوهات المحظوفة بضغطة زر واحدة فقط. بتمنى أن يكون أفادكم وأعجبكم هذا الفيديو.